كل الأجراء الذين لم يتمكنوا من توفير المبلغ الإجمالي لكراء مسكن بإمكانهم تأجير شقة على يد صندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي يتكفل بتسديد المبلغ الإجمالي للكراء الذي قد يصل إلى مئة مليون سنتيم ما يمكن الزبون من تأجير شقة لمدة سنتين الشقة المترجمية، لكي نمت بانك في صندوق الوطني للصندوق الوطني للتحوم يتكفل بذلك، كي يتكفل في الموضون والتنكول، يقولون أن هذا لا يمكن أن يشروع فقط في دماغة المعارضة من المنازل لكننا قد ردت على هذا الحج يعني الزبائن وقدمنا الكراء اللي يعرف بكراء المبلغ الإجمالي اللي نقدرون مندوه هو مليون دينا يعني مئة مليون يقطع الصندوق الوطني لتوفير والاحتياط نسبة 40% شهريا من راتب المستفيد من منتوج كراء مسكن على أن يسدد نسبة فائدة تبلغ 7% من إجمالي المبلغ المسدد من قبل البنك لكن بشرط المدة تراوح من 12 شهر حتى 21 شهر وبنسبة إلا كان بنسبة 7% لأخذ البنكة 7% من نسبة الشرط الواحد اليوم هو توطيد الوصالر هذا ويحضر الصندوق الوطني لتوفير والاحتياط كناب لإطلاق قروض عقارية إسلامية خلال 2017 نظرا للطلب المتزايد على منتجات بدون فائدة ترجمة نانسي قنقر